اهلا بكم اعزائي المشاهدين في برنامجكم مع نور هنبدأ صباح جديد وحياة جديدة ونجاح جديد في مع نور وتابعونا على مدار الحلقات هنتكلم عن نجاح وطموحات مين فينا مش بيحب ان يكون نجاح في حياته مين فينا ما بيحبش ان يكون عنده هدف عنده طموح عنده استعداد من جوه نفسه انه هيكون حاجة كبيرة بس ان احنا نكون حاجة كبيرة دي مش مجرد كلام ان احنا نكون حاجة كبيرة بالفعل الحقيقة فيه مقولة بقولها او من تقليفي بتقول السعي وراء الهدف ومحاولة الوصول لتحقيقه ذلك هو اول طريق النجاح طريق الكفاح طريق الامل طريق النور في البداية كده فيه ناس بتقول لا انا كبرت عن تحقيق هدفي وتحقيق حلمي هقول لهم لا فيش حاجة اسمها كبرنا فيش حاجة اسمها ان احنا خلاص حلمينا عدة بدليل ان فيه ناس بيبقى عندها سبعين سنة وستين سنة وبتحضر دكتوراه ناس تانية هتقول لا يعني احنا عدنا فترة طويلة في الكورونا وقعدنا فترة طويلة في اننا موضوع المرض وقعدنا شهور وشهور ففيه ناس بعدها كسلت هقول لكم لا ما فيش حد يكسل مع النجاح ومين فينا مش بيكون عايز يكون قيمة وقامة في المجتمع احنا هدفنا في برنامجنا اننا نسلط الدوق عن طاقة نور شعاع نور شعاع امل هنتكلم عن كل ده لكن هنبدأ اولى فكرتنا بالاخبار استمرار لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للكوات المسلحة بفتح جسر جوين لتقديم المساعدات العاجلة وتقديم الدعم الى الاشقاء في لبنان مستشار رئيس للشؤون الصحية دكتور عوة تاج الدين يكشف كيفية علاج مصاب كورونا في ثلاث ايام بدلا من اسبوع بابا الفاتيكان فيروس كورونا يأتي من اقتصاد مريض يتجاهل القيم الانسانية الزمالك يوجه الرجاء في برج العرب بنصف نهائي دور ابطال افريقيا يوم 2 اكتوبر المقبل مص يتمسك بالرحيل من برجلونة حتى لو استقال بارتي ميو وده رئيس النادي هنرجع لكم بعد الفاصل ومع فقرتنا التانية لكن خلوكم معنا لبعض الفاصل ورجعنا لكم بعد الفاصل عزيزي المشاهدين ولسه مكملين كلامنا عن النجاح عن الطموح عن الهدف عن الامال وبما اننا بمتكلم عن النجاح فمعنا لحقيقة شركة رائدة في النجاح شركة حقاية ذاتها على الارض الواقع هي شركة صناعية شركة اوتسورس شركة دولية لخدمات المصانع ايه الشركة الدولية لخدمات المصانع دي؟ دي شركة بتخدم خطوط الانتاج داخل المصانع هنتكلم عن مميزات الشركة وعن اهدفها عن كل ده بس قبل ما نتكلم عن كل ده هنرحب وضيفتنا الجميلة جدا مديرة التسويل أستاذ دعاء حسن أهلا بك أستاذ دعاء أهلا بحضراتك كلمينا بها الناس تحب تعرف ايه هي شركة اوتسورس وايه هي خدماتها اهدفها؟ شركة اوتسورس اوتسورس اوتو توريد عمالة اهه بنقدم خطوط الانتاج اه على خطوط اه في المصانع يعني اه بنجيب عمالة مدربة اه بنعينهم في المصانع والاه بندربهم الاول على خطوط الانتاج اه بنعينهم بمسوقات التعيين بنوفر لهم سكن وموصلات وتأمين بنقمن عليهم تأمين تببي وتأمين اجتماعي كويس جدا اه طبعا اللازم التأمينات ده كمان للعامل نفسه بيكون مؤمن عليه لان مش كل الشركات بتأمين يعني بنوفر لهم ساكن ووصلاته تأمين بنجيب لهم ينوفرم ده أمان للعامل برضو أكتر بس هنتكلم برضو باستفادة أكتر يعني مع حضرتك يعني الشركة دي لفئة معينة من فئة المجتمع ولا من فئة المجتمع ككل لان في ناس بيجي لحضرتك بتقولك مثلا انا عايز اشتغل سي ما معايش جامعة معاي ديبلوم بس او معاي كزا ما معايش تعليم عالي احنا بنقول للفئات يعني احنا مؤهل او من غير مؤهل ديبلوم صنايع مدارس كمان المدارس اللي هي المباركول مؤهلات عليا كل الفئات احنا بنعينها السن القانوني للتعيين اللي هو من 18 سنة بنبتدي بالسن القانوني بنعينهم زي ما قد حضرتك من شوية بنأمن عليهم لازم كل الفئات يعني احنا بنحاول نقلل من البطالة في الدولة شوية فبنشتغل على الحتة دي ان احنا بنوفر العمالة والشغل على خطوط الانتاج كنت لسه ارجع لحضرتك بالسؤال واقولك بنسبة البطالة حضرتكم بتوفروا يعني بنسبة لاني حررك عارفة كتير البطالة حررك بتوفري شغلي للشباب ولا يعني بتحضوا على ان يكون ما فيش بطالة احنا شغالين فعلا الخطة اللي احنا ماشيين عليها ان احنا بنقلل من حدة البطالة شوية بالنسبة للشباب والبنات يعني احنا كمان شغالين ان احنا مش بنوفر الشغل او العمالة للشباب فقط يعني كمان للبنات يعني برضو اه طبعا طبعا للجنسين اه لازم الشباب والبنات بنوفر لهم شغل طب استاذة دعاء هي دي بتحضوا على ان مثلا يعني تكون لها مميزات بالنسبة للشباب انا مثلا كشاب عايز اقدم في الشركة هل الشركة دي هيكون لها مميزات للشاب بنفسه ويهي مميزاتها اهم مميزات الشركة زي ما قلت الحديث ان فيه تأمين يعني فيه ناس كتيرة جدا بتتعين او بتشتغل لفترة معينة لأ احنا بنحاول ان العمالة ما بتكونش عمالة موسمية لأ بتكون عمالة مستديمة معنا عشان كده بنأمن عليهم التأمين ده بيحسس العامل كمان بالثقة اكتر في الشركة بيحس ان هو متأمن عليه ففيه يعني بريستيشن ليه اكتر بس فيها والحيطة التأمين ده مهمة برضو لان فيه ناس كتير او بتعملش كده ده مهمة جدا اكيد وفيه ناس بتهمها كده قوي يعني طبعا طب يعني حضرتك مقتصرة عن القاهرة فقط ولا فيه محافظات تانية لا لا كل المحافظات احنا بس الفرع اللي هو الرئيسي الادارة في اكتوبر عندنا فرع في العاشر ان شاء الله بنجهز فرع في السادات كمان احنا بنحاول نفتح فرع الكرة صغيرة زي البلاد الصعيد والمراكز المراكز دايد مش بيبقى عندها مصانع كتير فما بيكونش عندها الشغل متوفر كتير فدايما بيتلاقي الشباب في الاماكن ده هياد ما عندهمش شغل فعندهم بطالة عالية حقيقي وبالذات بالاكتر يكون في الكرة مش بيلاقوا في المراكز بيكون قليلا الشغل فيها بيكون محدود شوية بالضبط فبالتالي الانسان يطلع عشان كده اتكلمت في النجاح الشخص يطلع لا انا مكسل اروح اشتغل انا مكسل انجح انا مكسل اقدم في الشور تقولي ايه للشباب عشان تحضوهم على انهم يروحوا يقدموا في الشركة انا كمان بنعمل منتقيات في كل الاماكن ملتقيات ملتقيات توظيف يعني بنعمل منتقيات توظيفية في كل المحافظات والمدن اللي حوالينا بحيث ان العامل يكون سهل ليوصل للشركة عندي يعني في عمال كتير او في شباب كتير ما بيكونوش بيعرف يدخلوا على السوشال ميديا او النت او الدعاية او 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 فاحنا بنحاول على قد ما نقدر احنا لنوصل لهم احنا نروح لهم لحد الباب نخبط عليهم يا جماعة احنا عندنا شغل متوفر اه طبعا احنا متوفر عندنا شغل بنوفر لكم في السكن المواصلات التأمين يعني انت بتيجي بس بشانت تدومك لحد الشركة عندي فبتتعين وبوفر لك سكنك ومواصلاتك وتأمينك مواصلات كمان بتاعة الشركة عندنا البساط عليها اسم الشركة بالشركة عشان كمان العامل يحس بدل الشركة واسم الشركة فعشان العامل يحس بالراحة اكتر لان طول ما العامل مرتاح نفسيا بيكون شغال وحضرتك بتقولي طبعا انت حرك بتقدمي مواصلات بتقدمي خدمات دي مش متاحة في اي مجال او في اي شركة تانية بتبقى متاحة بس مش كتير مش كتير وهتلاقي فيه ممكن شركات توفر سكن وما تلاقيها شو فيه عندهم واصلات بالعكس فيه شركات مش هتلاقيها بتقم يعني معظم لكن احنا الحمد لله عندنا الاوفر ده اكتر يعني سيدة دعاء ايه الخطط المستقبلية اللي الشركة بتقدمها في الانتاج الصناعي في المجتمع الصناعي بالتحديد احنا عندنا خطة انتاجية ان احنا ان شاء الله هنعمل مع وزارة التربية والتعليم بريستيشن كده ان احنا ندرب العامل على خطوط الانتاج زي مثلا المدارس المباركول بيبقوا بينزلوا فعلا على الارض الواقع يتدربوا في المصانع على خطوط الانتاج فاحنا بنفكر نعمل كده لان العامل مش دايما بيكون مدرب على خطوط الانتاج بخلاف ان انا كمان عندي اصلا فريق من في الشركة عندي بيعمل الكصة دي يعني احنا بنجيب العامل بندربه او بنهيقه ان هو نازل يشتغل على خط انتاج لان كل مصنع سوري بيبقى لي طريقة معينة في الشغل يعني فلازم يكون هو مهيق او عارف هو نازل يعمل ايه لان احنا مش بنقدم بالضبط خدمة توريد عمالة او ان احنا بنقدم شغل عمالة بس لأ انا بفكر ان احنا نكون عندنا بريستيشن عالي في المصانع ويكون بنريح العميل اكتر ان احنا يبقى هو مبسوط من الخدمة ان احنا بنقدم خدمة كويسة مش اكتر طب بتوفروا دورات تدريبية للعمال او يعني حاجة كده قبل ممكن ان عامل يدخل ما يعرفش اي حاجة عن شركة اوتسورس فهي مجرد انها اسم بتقرب بالنسبة له هو قبل ان ينزل المصنع لازم يكون هو عارف رايح يعمل ايه احنا انا بقول لحضرتك احنا عندنا فريق مدرب بيقعد مع العامل لازم يعرفه هو بيعمل ايه بيدربوا الاول ويهيقوا هو نازل معلش احنا هنقطعك معنا مدخلة استاذ عثمان تفضل استاذ عثمان عليكم السلام تفضل لو سمحت بس افندي ما انا كنت عايز اسأل على مقر الشركة بتاع الاستاذ عشان انا جيت كزا شركة في اكتوبر ويقولولي حضر ورقك بحضر الورق ومحدش بيكلمني حضرتك عايز تسأل عن مقر الشركة بالتحديد الشركة بتاعتنا في اكتوبر المحور الخدمي امام على طول أصر الثقافة معهد الثقافة سوري معهد الثقافة والعلوم اسم الشركة معروف الشركة الدولية لخدمات المصانع والشهركات قدام المعهد امام المعهد برج 32 اه برج 32 امام المعهد الثقافة والعلوم السوري هل وجودكم على الساحة اثر في الانتاج من ناحية الانتاجية شركتكم أثرت من أكيد أنا بقدم خدمة للمصنع أن أنا بجيب له عامل مدرب أن أنا بوفر له حتة المواصلات ما بيكونش عنده تأخير شوية في العمالة بوفر له العدد المطلوب وحتة أن أنا ودي له العامل مدرب هو رايح يعمل إيه دي بتفرق لأن أنا بقول لحضرتك أنه عندنا في مصر عامة ما بيكونش العمال مدربة إلا لو هم في مدارس مبارك كول فبينزلوا تدريب عملي إحنا ما عندناش حتة التدريب العامل شوية مدارس مبارك كول عمين عقد معاه نوم يجوا عليكم لأ ما هي دي اللي إحنا عايزين بعد كده إن شاء الله زي ما قلت رحضرتك نعمل بريستيجن مع المدارس زي كده ندرب العمالة قبل ما تنزل على أرض الواقع في المصانع وفي الشركات يعني نقدر نقول إنكم بتدربوا العامل بدورات مقاسفة طبعا لسوق العمل لسوق العمل طبعا طب بما نتكلم في تدريب العامل إيه المميزات اللي هتقدروا يتقدموها من خلال الشركة العامل مميزات غير السكن والتأمين قصدك يعني إن احنا بنوفر له الحتة إن هو يبقى نازل العامل مدرب يعني نازل عارف إن هو بيتضرب على يعني العامل مدرب فاهم هو بيعمل إيه ده بيرايح العميل أكتر كتير هو بيتعامل مع واحد فاهم أكتر يعني في ناس كتير مش متابعانا من أول حلقة وإحنا من أول حلقة قلنا عن أهداف الشركة ومميزاتها وطبعا حضرتك قلتي باستفادة عن هي شركة قد إيه بيتوفر خدمات للعامل قد إيه بيتوفر من ناحية طبية من ناحية الخدمات من ناحية البساط من ناحية كل حتى الدورات التدريبية اللي هتكون متاحة على أرض الواقع ومش أي شركة حضرتك بتوفر تكون بتوفر خدمات للعاملين في شركات تانية يعني أنتو حضرتك بتختلف من كلامك من وجود نظرك حضرتك بتختلف عن الشركات التانية طب ممكن نرجع بسؤالنا طب أنا كواحد وعايز أروح شركة أقدر يعني عشان أقدر أن أنا أدخل وقوله لأ روح الشركة دي إيه الحاجات اللي أنا أهلوا عليها عشان يروح يحضر أو يدخل يقدم ورقه في الشركة دي أول حاجة هو لازم يكون عارف أنه هو شغال في شركة شغال زي ما قلت رحضرتك مش موسمي يعني هو مش هيشتغل فترة وأنا هستغنى عنه لازم يكون هو شغال عارف أنه هو مؤمن عليه تأمين تبوي وتأمين اجتماعي لازم يكون عارف أن السكن سكن أدامي كويس حتة المغاصلات أنا موفراها للعامل فأكيد هو هيحس بالاختلاف لما يكون عندي في الشركة يعني هو أكيد بيحس بالاختلاف ده وهو بيحس بالاختلاف معنا حضرتك من أول الحالة قلت إيه قلت النجاح فيه ناس بتكسل فيه ناس بتقولك لا أنا مش عايز أنجح أنا عايز أنجح وقعد في البيت مين مش بيتمنى يكون قيمة وقامة في المجتمع أنه يحض على أنه يكون حاجة كبيرة في المجتمع وإنت ابدأ بنفسك محدش هيقولك تعال أعمل أو حد ياخدك من ده كده يقولك تعال أعمل وبعيني يا وسادة دعاء أنا من وجهة نظري أن شهادة التأدير الواحد بياخدها مش شهادة مكتوبة على حيطة لأ دي تأدير الإنسان لنفسه تأدير الإنسان لذاته تأدير الإنسان لكيانه بالضبط مش هيبقى حريرك قلت مثلا وصلت المدير التسويق إزاي ما هو برضو اجتهدت على نفسك اشتغلت على نفسك بقيت اشتغلت يعني بقيت دخلت بقلب قوي قلت لأ أنا هعمل أنا مش عاط في البيت والشغلة هيجي لحد عندي بالضبط أكيد عشان كده بقولك يعني العامل لما بيجي لكو بيستفاد إيه من الحوار ده كله أو نوع عايز حاتة الإجتهاد اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي كمان أنا فعلا بشتغل عليها أو بركز فيها شوية بمعنى إيه أن أنا بعمل للعمال عندي كل شهر حاجة تشجيعية بمعنى؟ يعني في حاجة اسمها العامل المثالي العامل المثالي فبتلاقي كل معظم الزميل أو العمال بيبصوا عليه أو بيغيروا منه لا أنا إزاي الشركة الدولية دي بتكرمني أو بتسمين العامل المثالي ليه فبتلاقي كل الناس بتعمل زيه فحتة إن أنا أكتهد لأ إحنا لما بنفسنا بنلاقي العامل مكتهد فبنيشتغل على الحتة دي إن إحنا بنقوله فعلا أنت مكتهد طب إيه أهم المشاكل اللي بيواجهها الإنسان في السوق المصري أو في العامل المصري؟ إن هو يلاقي شغل يلاقي شغل؟ آه آه فيه ناس كتير جدا بتدور على شغل وما بتعرفش يتوصل وعشان كده أنا لسه كنت بقول لحضرتك إن إحنا بنروح لحد العامل لحد الكرة الصغيرة اللي هي ما عندهاش فكرة النات والسوشال ميديا والدعاية والإعلانات لأنه فيه إحنا عارفين إن فيه كتير كرة صغيرة وفقيرة وما عندهاش الوعي الكافي إن هي تدور على النات أو تفتح السوشال ميديا حقيقي آه لسه كنت عايزة أقول أوجد كلام ده أقول فيه ناس كتير مش عندها حتة السوشال ميديا أو نات كنت تعرف شركة آوتسورس عن طريق السوشال ميديا أو كده هقول لهم لا مش كل الناس فيه كفور ونجوع وخورة مش كل الناس شغل على السوشال ميديا استاذة دعاء بتقول في كلامها إنها ممكن توفر ده عن طريق دورات أو عن طريق تكسيف دورات منطقيات بنعملها في القدر طب سيدة دعاء هو مثلا أنا كنور مثلا حد عايز ينجح قوي ويدخل المجال بتاعك بقلب جامد وبثقة هل ده يعني متوفر أنه بتقدروا تقول له مثلا أدخل ولا في معوقات قدامه قبل ما يدخل يعني مثلا حدريك عارفة الوسائط وكده أو الكلام ده لا إحنا المجال بتاعنا مفتوح لأي حد ولكل حد بمعنى أن احنا بنعين من أول العمل الانتاج اللي على خط الانتاج للفني اللي هو متخصص في حاجة معينة للفوق اللي هما الإدارة مثلا المحاسبين كل المجالات احنا فاتحين فيها الشغل الحمد لله ما عندناش فئة معينة أن ننسي لأ إحنا مختصين على العمالة فقد لأ إحنا مش بنوفر شغل للعمال فقد لأ إحنا كل الفئات إحنا شغالين عليها يعني ممكن حدريك أحد معاك كلية كذا يروح يقدم بالضبط أنا معاك كلية كذا وعايز أقدم كذا يبقى بوزيشن إيه في الشركة البوزيشن بتاعها لحسب بقال شهادة بتاعته على حسب خبرته على حسب الكلام ده كله طب إيه رأي حضرتك في الصناعة بالتحديد في مصر صناعة إيه رأي حضرتك لأنه دي الصناعة أساسها لإقتصاد أكيد أكيد بتترتب عليها نجاح الاقتصاد أكيد فإيه يعني إيه رأي من وجهة نظرك يعني من وجهة نظرك ولا إحنا الصناعة عندنا في مصر من وجهة نظرك نكحة يعني إحنا زي ما قلت لحضرتك من شوية إحنا بنحاول نساعد ولو الجزء بسيط إن إحنا نعلي من شأن الاقتصاد أو الصناعة في مصر يعني بنوفر لهم العمالة بشكل مدرب بنساعدهم يعني إحنا بنشل هديك هديك كبير على صاحب المصنع إنه هو يوفر سكن ومواصلات وتأمين والكلام ده كله يعني فيه مصانع كثير جدا في أكتوبر بس مش كل العمال ساكنين في أكتوبر كنت لسا عايز أقول له حضرتك مش كل العمال ساكنين في أكتوبر ومش كل العمال كمان بنوفر لهم مش أكتوبر بس يعني العاشر مدينة الساداد مدينة العبور كل الأماكن عايزيني روح لمدينة الساداد هل أوتسورس بدأت في مدينة الساداد بالفعل ولا لسه مجرد إنشاء ولسه مجرد فكرة مش مجرد فكرة إحنا شغالين فعلا على الأرض الوقف بدأت آه إنه إحنا بنا لا هو فيها مصانع فيها مصانع وفيها شغل بس إحنا كأوتسورس لسه بنعمل مقار جديد في الساداد معنا التليفون والساز محمد تفضل يا ساز محمد السلام عليكم عليكم السلام فضل والله بنحيي الأستاذة اللي صعبة الشركة وكنت بس لعندي سؤال بس أنا من استعيد فضل يا فاند وعندي خمسة وتعاتين سنة هل السن ده مسموح به في الشغل معهم ولا يعني سن عدة وإن كان فيه فرصة للمغتربين يعني ولا يعني فيه فرصة للمغتربين إن إحنا يوفر لنا سكن كويس ومواصلات وكده ولا الموضوع ماشي إزاي شبه الله ألف شكر حضرت طب وخمسة وتلاتين يعني خمسة وتلاتين ده مش كبير يا أستاذ محمد ده شاب يعني تفضل لا السن مناسب جدا طبعا إحنا كنا لسه بنتكلم مع الأستاذة إن إحنا فعلا بالفعل بنوفر سكن أدمي سكن كويس مواصلات الكلام ده كل موجود بنأمن تأمين تبوي وتأمين اجتماعي فلا كل ده متوفر يعني معايش يا أستاذة دعاء قبل ما نختم حياتنا الموضوع معاكي شيق والكلام معاكي بصراحة مش عايزة أختم بس قبل ما أختم تحب توجه إيه يعني رسالة للمصانع في مصر تحب توجه رسالتك للمصانع بالتحديد في مصر إيه رأيك فيها؟ أنا عايزة أوجه رسالة للمصانع وللشباب اللي شغالة في المصانع كمان فيه شباب كثير جدا بتكسل إن هي تنزل تشتغل أو بتستسهل بتقول إن لا ما فيه شغل لا فيه شغل فيه شغل فيه المصانع وفيه شغل في مصر وإحنا بنوفر لك بالضبط إحنا بنوفر لك الشغل ده بأسهل ما يكون مش هتتعف حاجة مش هيكون عندك مجهود إنت بس تتعالى شركة دولية وإن شاء الله الشغل موجود ما فيش أي مشاكل اللي أنا بوجهه بقى للمصانع بالنسبة لي أنا كشركة شركة دولية إحنا مش بنسع بس إن إحنا نقدم عمال إنتاج وخلاص لأ إحنا بنسعى إن إحنا نقدم خدمة وخدمة ممتازة للمصنع زي ما قلت لحضرتك عمالة مدربة على خطوط الإنتاج العامل بيبقى رائح فاهم ما هو عامل إيه أوراقه كاملة مصوات التعيين الكلام ده كله معايش يا أستاذة دعاء وقتنا خلص والله ما عايز أقفل معايكي بس الوقت خلص وإن شاء الله تبقى معنا حلقات تانية إن شاء الله وبنشكرك أستاذة دعاء حسن مدير تسوية شركة أوتسورس بنشكرك عزيزي المشاهدين وبنتمنى إنكم تتابعونا في حلقات تانية وتكلمنا عن النجاح وتكلمنا عن التفوق وتكلمنا عن أوتسورس وتكلمنا ونتمنى إنكم تكونوا استفدتوا معنا في الحلقة ومستنينكم في حلقات تانية ومع نور